السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا ومرحبا بكم متتبعين في كل مكان في هذا الشرح الجديد من دروس التاريخ للمستوى الأولى باكالوريال الشعب العلمية إذن الدرس بعنوان التحولات الاقتصادية والمالية والجتمعية والفكرية في العالم خلال القرن التاسع عشر إذن نتحدث عن إطار زمني لهو القرن التاسع عشر بالنسبة للمكان وهو العالم وبالضبط العالم الرأسمالي بالنسبة للموضوع وهي التحولات الاقتصادية والمالية والجتمعية والفكرية إذن التحولات هي مجموعة من التغيرات التي طرأت على مجال معين مني كان قوله التحول هو واحد تغير جذري في واحد المجال معين إذن هذه المجالات اللي كان هدرع لها اللي وقع فيها التحول ووقع فيها التغير هي المجال الاقتصادي والمالي والجتمعي والفكري سنتعرف على كل واحدة على حدة ونشوفوا المظاهر ذلك التحول الذي عرفه العالم الرأسمالي خلال القرن 19 نبدأ مع أول تحول وهو التحول الاقتصادي سنتعرف على أسس التحول الاقتصادي ثم مظاهر التحول الاقتصادي عندما نقول الأسس هي الأسس التي انبنى عليها هذا التحول إذن باش يكون عندنا التحول لا بد من أسس انبنى عليها هذا التحول شنهي العوامل المساعدة على هذا التحول حتى طرأ هذا التحول إذن نبدأ مع الأسل الأول وهو التقدم العلمي والتقني وظهور اختراعات علمية وتقنية العالم الاقتصادي خلال القرن الثامن عشر وبداية القرن الثاسع عشر كما كان عارفه كانت هناك ثورة صناعية ثورة صينية الأولى وثورة صينية الثانية منكم نقول ثورة صينية واحتقدم الحوض وجدري في الصناعة وبالتالي ظهرت اختراعات جديدة وتقدم في العلم والتقنية إلى غير ذلك إذن هذه التحولات التي عرفتها الجانب الاختراعات وجانب تقدم العلمي والتقني أدى إلى تحولات اقتصادية إذن تطور الملحوظ في العلوم والتقنيات خلال القرن الثاسع عشر كذلك كان سبب أساسي في التحولات الاقتصادية الأستاني هو نمو ظاهرة التركيز الرأسمالي العمودي والأفوقي الرأسمالي اعتمدت على التركيز الرأسمالي ونقسم التركيز الرأسمالي إلى قسمين أساسيين ما نقصده بالتركيز الرأسمالي هو أننا ندمجوا مجموعة من الشركات المتشابهة الإنتاج في إنتاجين واحد وهذا كنتسمى التركيز الأفوقي إذن لدينا واحد منتج معين منتج واحد مثلا كان قصده واحد نعدي لمشروبات الغازية وكاننا مجموعة من الشركات كل شركة كنتنتج لنا مشروب غازي لوحدة مثلا كان ندمجوا هات الشركات كاملين وكانتجونا منتج واحد اللي كيتعلق بذلك المنتج اللي كنتجو هم ممكن يطبقوا هذه المسألة في جميع الإنتاجات إذن هذا كنتسمى التركيز الأفوقي إنه بيش ما يوقوش عندنا شركات عاددة كنتدمجوا هم كاملين وكيتسموا كنتدمجوا كاملين وكبقوا يتسيروا من طرف إدارة واحدة وهذا كنتسمى بالتركيز الرأسمالي الأفوقي وكأن التركيز الرأسمالي العمودي وهو اندمج مجموعة من الشركات المتكاملة الإنتاج مثلا باش نتجوا واحد المنتج معين فبتالي ما كان نتجوش في مصنع واحد مثلا أعطيكم في قطع الهواتف مثلا الهاتف كيتكون من الذاكرة كيتكون من البروستيسور مجموعة من الأمور اللي ممكن لقاوا شركات مختلفة من البطارية وبتالي هنا يا ماشي شركة واحدة اللي كتصنعهم مجموعة من الشركات شنو درنا هنا في التركيز العمودي أن نجمعنا ذاك الشركة كاملة في شركة واحدة نشيء مثلا نسبة القطع السيارات مثلا العجلات الهيكل المحرك إذن كاملين كيتم نجو في مصانع مختلفة إذن التركيز هنا أن نجمعهم كاملين طريقة عمودية في صناعة واحدة أو في مجال واحد هذا الأستاني الأستالت وهو النهج الاقتصادي الليبرالي وهي النهج الذي اعتمدته الدول الرأس مالية أن الاقتصاد يكون متعلق بالدولة وهي التي تسير جميع القطاعات الاقتصادية كذلك تطور وسائل المواصلات واللي أعطى وحد القفزة نوعية الاقتصاد إذن وسائل المواصلات كتساعدنا في أننا نقلوا المواد الأولية نقلوا المنتجات بعد تصنعها أو نقلوا كذلك الآلات ديالة تصنع بواحد سرعة وواحد الكفية جيدة وبالتالي أعطى تقفزة نوعية للاقتصاد في العالم الرأسماني ندوزوا دابا نشوفوا المظاهر الاقتصاد خلال القرن التاسع عشر إذن هذه الأسس نشوفوا المظاهر يمكن تقسيم المظاهر بطبيعة الحال إلى مظاهر في الفلاح ومظاهر في الصناع إذن أين تتجلى هذه التحولات الاقتصادية؟ خلالنا نشوفها في الواقع إذن في الواقع الرأسماني خلال القرن التاسع عشر فين جلت لنا هذه المظاهر باش نقولوا فعلا كانت تطور أولا نجيب في الجانب ديال الفلاحة ظهرت لنا إدخل آلات إذن إدخل آلات آلات الحرط آلات الحصاد آلات الدرس إذن مني كنقول هنا إدخل الآلات بمنع المكنة أو اعتماد للفلاحة على الآلات وبالتالي مني كنقول الآلات بمعنى قلة الوقت كيعطينا وقت ضيق في الإنتاج أننا واحد الأرض اللي كنا نحرتها لمدة أربعة أيام ممكن في يوم واحد أو في ساعة قليلة ممكن نسالي المهمة ديالنا إذن إدخل الآلات في الفلاحة ثم إدخل وسائل النقل وسائل النقل لنقل المنتوجات كذلك أعتقف زنوعية للفلاحة إذن هذه من بين المظاهر ذي الفلاحة في التحولات الاقتصادية ثم استعمال الأسمدة من قبل ما كانش تستعمال الأسمدة كانت الأرض كتتأدي المهمة ديالها وإذا كانت غير قادرة أو غير خصبة بالتالي كتعتنا إنتاج ضعيف أو إنتاج مون عادي لكن مع استعمال الأسمدة أننا كنقوم العزيمة ديالتربة وكتصبح قادرة على أنها تنتج لنا بشكل أفضل إذن تم استعمال الأسمدة وبالتالي هذه قفزة نوعية في الاقتصاد الفلاحي ثم اعتماد التناوب الزراعي بدأ اعتماد التناوب الزراعي أشكا نقصده دورة زراعية معينة بحال مثلا عندنا جوجل الأراضي أرض الأولى استعملنا فيها الحبوب هذه السنة الأرض الثانية كنتستعمل فيها القطاني مثلا في السنة المقبلة كنغيره الأرض اللي استعملنا فيها الحبوب كنتستعمل فيها القطاني والأرض اللي استعملنا فيها القطاني كنتستعمل فيها الحبوب وهكذا وممكن نغيرها بمواد أخرى في لاحية أخرى جيد إذن استعمال التناوب الزراعي ولا ظهر لنا في الفترة هذه هذه من قبل ما تنويب الزراعي كانت إراحة الأراضي نظام تستراحة الأراضي أي الأرض السنة المقبلة لا يقدم لاستغلال تبقى استراح وبالتالي يكون الإنتاج ضعيف ولا يكوني لأستغلال جيد للأراضي هذا الشيء كامل سيعطي DD penny لإنتاج الفلاحي وارتفاع مردوديته إذن الإنتاج الفلاحي سيكون متنوئا وارتفاع المرضودته كما وكما يعني من حيث الجودة وكذلك من حيث الكمية إذن هذه كلها مظاهر التحولات الاقتصادية في جانب الفلاح ندوزوا دابا نشوفوا مظاهر التحولات في الصناع عدنا في الأول تزايد السريع والمكثف لإستعمال الآلة بدأت استعمال الآلة بشكل كثيف في أوروبا خلال القرن 19 وطلقت إلى العلام الرأس المالي بشكل كبير إذن الآلة كما كان عارفوا أنها تقلل تكلفة الإنتاج وبالتالي سرعة في الإنتاج ثم اعتماد نظام المعمل كنقبل كي يعتمدوا على الأوراش عائلية تالي كان نظام بسيط وصغير في العمل ديله تم اعتماد نظام لمعامل لأننا لدينا معامل كبرى قد تضم لنا بجموعة من العمال ومجموعة من الآلات اللي كتكون طريقة التحكم فيها أسهل ودقيق ثم كذلك تنوع وضخامة الإنتاج الصناعي تعطينا واحد تنوع كبير وضخامة الإنتاج الصناعي في المنتوجات الصناعية اللي كانت تنتج في هذه الفترة هذه ثم تطور إنتاج الطاقة خاصة الفحم ظهور طاقة جديدة وبينها الفحم ليعطاء واحد القفز نوعي للصناع والتي تستعمل في الآلات وفي المصانع بشكل كبير إذن هذا كذلك من بين مظاهر التحول الاقتصادي الذي عرفه العالم الرأسماني ثم أخيرا أو قبل ارتفاع الصادرات الصناعية أن المصانع بدأت تنتج بشكل كبير وبالتالي تصدر الإنتاج للصناعي في مختلف المجال ثم أخيرا الحديد النسيج المحركات البخارية ينبيل أمور مساعدة في الصناعة وبالتالي ظهرت بشكل كبير في هذه الفترة دياله وبتتستغلال دياله بشكل كبير وعطات واحدة نتيجة مهمة جدا في الجانب الاقتصادي سواء في الفلاحة أو في الصناعة إذن هذه كلها كانت مظاهر الاقتصاد في الجانب الفلاحي والصناعي ننتقل الآن إلى المظهر الثاني وهي المظاهر المالية أو التحولات المالية بالنسبة للتحولات المالية كما كان عرفوا سابقا أن الرأسمالية كانت تجارية ما المقصود بالرأسمالية التجارية هي أن العالم كان يعتمد في اقتصاده على التجارة القرن 15 للقرن 16 إلى حدود تقريبا القرن 17 كل عالم كامل يعتمد فقط على التجارة تجارة التوابيل، تجارة الحرير، تجارة الذهب إلى غير ذلك فالتجار والتي كانوا مسيطرين على الرأسمال وبالتالي التاجر يمتلكوا قوة رأسمالية كبيرة فكنا نقول الرأسمالية تجارية بمعنى التجارة هي المحرك الرئيسي للرأسمال انتقلنا فيما بعد خلال القرن الثاني عشر إلى الرأسمالية الصناعية بظهور المصانع أصبح الرأسمال مركزا في الصناعات وبالتالي تكوين مصانع كبرى وإنتاج ضخم فالتالي الرأسمالية أصبحت صناعية لننتقل خلال القرن 19 إلى ظهور نوع آخر وهو الرأسمالية المالية بمعنى أن المال هو المتحكم في الاقتصاد وكما يمكن أن نقول شراء المال بالمال عن طريق ما يسمى بالأسهم الاقتصادية أصبحت تحكم في المعامل والمصانع وفي الرأسمال عن طريق الأموال وبالتالي ظهور الأبناء وتطور أدوار الأبناء إلى غير ذلك فأصبحنا نتحدث عن الرأسمالية المالية هو التطور الذي عرفه الاقتصاد العالمي إذن بعد مرحلة الرأسمالية التجارية التي تركمت فيها الأموال عبر نتائج الاكتشافات الجغرافية والنزع الميركنتينية جاءت المرحلة الصناعية لتفتح المجالة أمام مظاهرة التركيز الرأسمالي والمنافسة الحرة والاحتكار لينتهي الأمر حاليا بالرأسمالية إلى التحول نحو القالب المالي الذي تغيرت بمجيبه وظيفة الأبناء إذن الأبناء تغيرت الوظيفة ديالة لتصبح وظيفة استثمارية بعدما أن كانت سابقا وظيفة تخزين الأموال فقط كما برزت الشركة مجهولة الإسم أو شركة الأسهم وهكذا أصبحت تحولات المالية تلعب دور المحرك لحياة الاقتصاد الرأسمالي خلال القرن التاسع عشر إذن هذه هي التحولات المالية ننتقل الآن إلى التحولات الشماعية التي عرفها المجتمع الرأسمالي بالنسبة للتحولات الشماعية كان عندنا وحد نمو ديمغرافي سريع طبيعة الحال كما قلنا تطور في الاقتصاد ويعني تطور في الفلاحة وتطور في الفلاحة كثرة المنتجات الفلاحية قلت العفوان المجاعة إذن ستقول لدينا تغذية متوفرة بأنواع مختلفة وكذلك بجودة عالية وبالتالي هنا المجاعة ستقل بالمقابل ستقل عدد الوفاية وسترتفع نسبة الولادة فستعطينا النمو ديمغرافي سريع كذلك عدنا ارتفاع الهجرة القروية كما كان عرفوا بأن المصانع والمعامل كدهرو في المدن طبيعة الحال فبالتالي سكان دي القرى سيهاجرون نحو المدينة من أجل الشغال في هذه المصانع إذن عدنا النمو الديمغرافي السريع ثم ارتفاع الهجرة القروية سيؤدي بدوره إلى ارتفاع نسبة السكان الحضاريين يعني سكان المدن سيؤدي العدد ديالهم مرتفع نظرا للعاملين السابقين اللي هدرنا اليهم إذن بارتفاع نسبة السكان الحضاريون وهذا تعطينا نتيجة أخرى وهي تزايد نفوط طبقة البرجوازية وتزايد عدد أفراد طبقة العاملة التي تعيش في ظروف مزرية بطبيعة الحال العمال الذين يشتغلون في المصانع يتقاضون أجرا هزيلا وبالتالي حدم قدرتهم على العيش الكريم في ظروف جيدة وبالتالي الظروف ديالهم مزرية مساكن ديالهم سيئة جدا الوضع الأسرية ديالهم سيئة جدا وبالتالي هنا سيكون تأثير كبير على الطبقة العاملة سيؤدي ذلك إلى انقصام المجتمع إلى طبقتين طبقة البرجوازية هي الطبقة التي تمتلك المصانع الطبقة التي تمتلك رؤوس الأموال والأموال والطبقة الثانية هي الطبقة البروليتارية والطبقة العاملة هي الطبقة التي تشتغل في المصانع إذن هنا المجتمع سينقسم إلى قسمين طبقة برجوازية العددية القليل هي التي تمتلك رؤوس الأموال والطبقة البروليتارية والطبقة العاملة والطبقة التي تشغل في هذه المصانع إذن هنا التحولات الاجتماعية التي عرفتها أو عرفها العالم الرأس مالي ننتقل الآن إلى التحولات الموالية والتحولات الفكرية ظهرت خلال القرن 19 نوعين من التحولات إذن الفكر الاشتراكي ثم الحركة النقابية إذن الفكر الاشتراكي جاء من أجل الدفاع عن العمال وإنقاذ الاستغلال الطبقي والبؤس للشماعي المواكدين للثورة الصناية كما قلنا سابقا أن المجتمع أصبح ينقسم إلى قسمين طبقة برجوازية وطبقة العمالية الطبقة العمالية التي كانت تعيش بؤس وحرمان وفقر وهشاشة فجاء هذا الفكر الاشتراكي لأجل الرقي بهذه الطبقة والقيام بتحسين وضعيتها وينتقد ذلك الاستغلال الطبقي بمعنى أن الطبقة البرجوازية تستغل الطبقة العمالية ستنقسم هذا الفكر إلى الشراكية فوضوية والشراكية علمية بالنسبة للشراكي الفوضوي وتيار الشراكي تزعمه برودون يستعمل التغيير الاشتماعي يستعجل التغيير الاشتماعي لصالح الطبقة العاملة إذن هو يطالب بالتغيير الاشتماعي لصالح الطبقة العاملة لكن دون تقديم حلول عملية ما كيعتناش الحلول العملية ملموسة باش نعالجه هذه الوضعية من أجل تنظيم الإنتاج والحياة العامة إذن هو يطالب ويستعجل ويؤكد على التغيير الاشتماعي لصالح الطبقة العاملة لكن دون تقديم أي حلول لأجل ذلك بالنسبة للتاني وهي الشراكية علمية تزعمها كارل ماركس وفريدريك إنجلز اعتبر الصراع الطبقي أساس التطور التاريخي إذن باش يكون عندنا واحد تطور في التاريخ أو واحد تطور في المشي ما خس يكون ضروري واحد الصراع ما بين الطبقة الغنية والطبقة البرجوازية طبقة البرجوازية والطبقة العملية إذن خس يكون واحد صراع بينتهم ودعا إلى العنف الثوري من أجل القضاء على الرأسمالية وإقامة مشتمع الشراكي إذن هو يطالب بتغيير المشتمع الرأسمالي إلى مشتمع الشراكي عن طريق ما يسميه بالعنف الثوري إذن هذه هي الشراكية العلمية إذن قلنا الفكر الشراكي ينقسم إلى الشراكية فوضوية والشراكية علمية ندزل الآن للحركة النقابية الحركة النقابية كما قلنا سابقا أن الثورة الصناعية أدت إلى ارتفاع نسبة العمال وهذا العمال كانت الفئة تعيشة ظروف قاسية ومزرية جدا وبالتالي وجب أن تدافع على حقوقها أو أن تطالب بحقوق داخل المعامل إذن جاءت الفكرة إلى تشكيل جمعيات من أجل الدفاع عن حقوق العمال ثم تزايد الوعي العماليين فتشكلت النقابة إذن فكرة جاءت أن تأسيس واحدة الجمعية المهمة ديالها أنها تدافع الحقوق العمال لكي يعانيهم من هضر لهذه الحقوق فتزايد الوعي ديال العمال بدأوا كيف يفكروا في مسألة الوعي بحقوقهم داخل المعامل فتشكلت ما يسمى بالنقابة والتي لزلت إلى يومنا هذا مهمتها هي الدفاع عن الطبقة العاملة في جميع القطعات سيؤدي ذلك إلى تحقيق مجموعة من المطالب حيث تمكنت النقابات بفعل نظر لطبيعة الحال من تحقيق عدة مكتسبات من بين هذه المكتسبات تقلص ساعات العمل إذن كانت ساعة العمل مرتفعة تم تقلصها زيادة في الأجور نظرا للأجور الهزيرة التي كانت قضوها العمال تعويض عن حوادث الشغل سابقا ما كانت تعويض عن حوادث الشغل إذا ترأت في حديث الشغل تالي لا يمكن تعويضك كان كذلك ساعة العمل بالنسبة للأطفال السن كانوا يشتغلوا في حدود 13 سنة الأطفال كانوا يشتغلوا في سنة 13 سنة 14 سنة تم الرفع السن ديالهم إلى حدود تقريبا 16 فيما بعد إلى 18 حاليا كما كان عرفوا أن القانون يجرم تشغيل الأطفال أقل من 8 10 سنة إذن هذه هي مظاهر التحولات التي عرفها العالم الرأسمالي خلال القرن التاسع عشر وهي كما قلنا التحولات الاقتصادية والمالية والجتماعية والفكرية في العالم خلال هذه الفترة تمنى أن نكون قد أفدناكم بهذا الشرح إذا كنتم غير مشتركين في القناة المرجو الضعطة لا زر سبسكرايب من أجل الشراك في قناتنا من أجل تساؤلتكم المرجو التفاعل معنا في القناة بتعليقاتكم على هذا الشريط نحن ورهنا الإشارة دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء اشتركوا في القناة